أم عصام تسأل تقول كيف يكون أهل الجنة من حيث الأشكال أختي الفاضلة بالنسبة لأهل الجنة من حيث صورهم وأجسامهم وأشكالهم وأيضا أطوالهم هذا يحتاج إلى وحي وهذا الوحي إما في القرآن وإما في السنة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى أن أهل الجنة من الرجال والنساء تختلف أجسادهم وأعمارهم وأشكالهم عن الحالة التي كانوا عليها في الدنيا أما الطول فطول آدم ستون ذراعا في السماء كل رجل إمرأة من أهل الجنة رزقنا الله وإياكم الجنة طوله طول آدم عليه السلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم البشر بدأوا ينقصون من حيث الطول هذا الأمر الأول أمر الثاني من حيث العمر الرجال والنساء على سن الثلاثين وفي لفظ ثلاث وثلاثين سن ثلاثين أو ثلاث وثلاثين بمعنى عمر وهذا يكون ثابت يعني الجنة ما فيها زيادة عمر بحيث أن الإنسان يهرم ويشيخ لا على طول ستون ذراعا يكونون ستون ذراعا لكن لا ينقصون كذلك الأعمار لا يزيدون ولا ينقصون ثلاثين أو ثلاث وثلاثين على الرواية الثانية أيضا الصفة الثالثة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون جردا مردا الجرد اللي لا شعر فيه ما يوجد شعر في بدن الإنسان مما يؤذي والمرد طبعا بالنسبة للذكور هو الأمرد الشاب الذي طر شاربه وبدأ يظهر خفيفا هذا يسمى أمرد والنساء يكون أجمل من الحوريات العين بالنسبة للجنة هناك طبعا حديث متكلم في أسانيدها مثلا يكونون على جمال يوسف هذا حديث متكلم فيه وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده ويكونون على قلب أيوب عليه السلام وأيضا هذا الحديث متكلم فيه بعض العلماء يحسن إسناده هذا باختصار بارك الله فيك